اعتذاتي بني وحتى محبتي عن التضحية والصبر عن العضاء والخير أنت عشتار والذنوبيا وكيليو باطرا أنت الحب والجمال والأسطورة أنت الأجمل والأنجح أنت الأنقى والأصلح أنت التي تشرق لدي الشمس والشمس من الظهور وتنحمي لك بل الظهور كل الأيام لكي عيد وبإذن الله المجيد عزيزة المرأة حبري كاذا يجب وكلماتي كلها سفر عندما أعبر عنك وكل ما يتعلق به هنا أصمد قليلا أخاف أن هذا المقال لم يكفيني لأكسب كل ما في البالي الرئيس جماعة الناظر الذي تعدى عنه الحضور معنا سيداتي أميساتي وظفات جماعة الناظر الحضور الكريم أيها الأخوات العزيزة وأن يكون لدينا تحية تحية طيبة عطرة تحمل في طياتها لاسترار والتغذير باسمي و باسمك فجمعي أعمال الشمالية لجماعة الناظر شكرا لكم و على تربية الدعوة لا يسعني إلا أن أهمع كل نساء العالم خاصة المرأة المغربية التي نجحت إلى حد كبير في موصول إلى أهدافها وتقديم نساءتها المجتمعية و من هدى أضعوا نساءا فوقا صديق الإبراعة المخافقة أفتت حضورها فعال في تقول الحياة إلى جانب الرجل باستعقام قوله تعالى إنما النساء شقائق الرجال ما أكرمه لا إلا كريم وما أهمهم أهانهم لا إلا لئيه كما أغتنم هذه القصة لأهمئة الموظفات على الأعبال الجليلة والمجهودات الجبارة فمزيدا من العصاء ومكرام الذات من أجل بلاء وطن تتساوى فيه الفقوق والواجبات وهذا ليس بباعيد على أخوات عرفنا بنبل الأخناق وسط الأعبال دون أن ننسى كل من شارك في إحياء هذه أوسيا ومن ساعدنا من بعيد أو أقريب فاصلنا سيد رئيس جماعة سيد رمار مرزوز وسيد معنان والشكر جزيل لجميع الأخوات رواد جمعية أعمال إجتمالية لموظفات جماعة ناظور فمبارك نشأتنا هذا ومبارك عيدنا وتهدئة من القلب في المرأة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقل ترجمة نانسي قنقر